من بيروت معي دكتور سامي نادر أستاذ القانون والعلاقات الدولية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور سامي إذن بيونج يانج تهدد بإلغاء القمة تحذر واشنطن من الضغط عليها من طرف واحد وفي المقابل سول وأمريكا يعلنان بأنهم ماضون بالمنورات العسكرية التي طبعا تعدها دائما بيونج يانج بأنه استفزازية هذا ما يصيل أنه تصريحات تهديدات وتحذيرات ولكن لا نعرف الكثير ماذا يجري؟ أعتقد ماذا يجري بالتفاصيل لا أحد يعرف تماما إلا إذا كان في دوائر صنع القرار ولكن ما هو واضح أن هذا الموقف من قبل بيونج يانج هو أكثر موقف تفاودي مما هو شيء آخر أعتقد ليس أبدا انسحاب من مصار المفاوضات ولذلك أسرعت واشنطن بالتأكيد أنها ما زالت متفائلة بنتائج هذه القمة هذا أولا ثانيا يجب أيضا أن نتذكر أن وزير الخارجية بومبيو قام بزيارتين لكيم يونج أون وثالثا هناك تعويل كبير من قبل الرئيس الأمريكي على هذه الزيارة وهذا اللقاء لأنه يعد ذلك انتصارا كبيرا لدبلوماسيته ولعقيدته الدفاعية ولكن يبدو من خلال تصريحات البارحة أن كوريا الشمالية لم تحصل بعد على الضمانات التي هي بحاجة إليها من حيث رفع العقوبات الاقتصادية ولا شك أن واشنطن تتشدد في هذا الموضوع تريد ضمانات هي من وجهة نظرها بشفافية كاملة بشأن تفكيك التنسانة النووية وتريد أيضا اليوم الاتفاق والمفاوضة حول آليات التفتيش والآليات العمل صحيح الوقت ومدى الشفافية هذا ما يقلق بالولايات المتحدة والكل يضع الكرة في ملعب الآخر اليوم حتى بمناورات العسكرية بين الحالفين كانت أمريكا أو كوريا الجنوبية كوريا الشمالية تحذر وحينها أوردت موضوع القمة بأنه يجب التفكير ماليا بمصير هذه القمة في ضوء هذه المناورات التي تعدها استفزازية وخاصة بأنه يعني في موازات مع تحسن العلاقات كما قالت كوريا الشمالية طبعا لأول مرة مع كوريا الجنوبية لأين ممكن أن يصل هذا التصعيد أم سيبقى كما قلت يعني هي فقط في مسار التفاوضات يعني بما معناه في تضغط فقط كوريا الشمالية أعتقد أن مسألة المناورات كانت مفاجئة أنا لم أتوقع أن تقوم كوريا الجنوبية والوليات المتحدة الأمريكية بمنورات لعدم التعكير على الأجواء الإيجابية التي هي قائمة بين الكورياتين أولا وبين كوريا الشمالية وواشنطن من جهة أخرى ولكن من دون شك أيضا أن واشنطن تحاول أن تلتقد المزيد من الأوراق قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات عرفت أن هذه المسألة أقلقت اليوم كيم يونغ أون وسوف تتراجع عنها بالتأكيد وهنا لابد من العودة إلى القواعد المفاوضة والتي كانت تطلبه كيم يونغ أون نعم الولايات المتحدة تطلب أولا تفكيك ولكن في المقابل الكوريا الشمالية تطالب برفع العقوبات الاقتصادية وتطالب أيضا بإيجاد منظومة جديدة تضبط وجود القوات الأمريكية وأيضا تريد أن لا يكون هناك تهديد عسكري على حدودها وهي تتلاقى في هذا الموقف أيضا مع الصين التي تريد إبعاد واشنطن عن حديقتها الداخلية أو ما تعتبره حديقتها الداخلية ومن هنا كانت نفس النقاط الرئيسة والتي دائما نسكرة ونختم فيها دكتور سامي الولايات المتحدة يجب أن تضع حدا وفق كوريا الشمالية طبعا لسياساتها العدائية تجاه الأخيرة كشروط مسبقة في المقابل عندما أعلنت كوريا الشمالية بالقمة النادرة بين الكوريتين بأنه مستعدا لنزع التام للسلاح النووي في طرف رأى الموضوع بأنه فتفاض وغير واضح غير واضح هذا الصيغة بأنه تخضع لتفسيرات مختلفة صحيح لأن هناك نظام جديد أو معادلة جديدة لابد من وضعها مدالت اليوم هذه الشروط قائمة منذ بداية الخمسينات هناك حماية عسكرية أمريكية لهذا لشرق آسيا أو جنوب شرق آسيا وكوريا الشمالية اليوم تريد أن تكون أو تحدد قواعد اشتباك جديدة مع هذه المنظومة ليس فقط على المستوى النووي إنما أيضا ما يهمها على المستوى العسكري الكلاسيكي وعلى المستوى الاقتصادي أيضا وهذا لم يتم التوافق عليه بعد وهذا ما زال مادة للمفاوضات وأنا أعتقد أن الأمور سوف تذهب باتجاه الحلحلة في الأيام المقبلة لأنه أولا كوريا الشمالية بحاجة إلى رفع العقوبات الاقتصادية مسألة استمرار النظام هي على المحاق وأمريكا سوقت كثيرا لهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي قد يكون الأهم في إرس ترامب ولن يفرد بهذه الفرصة أنا أشكرك جزيلا دكتور سامي نادر أستاذ في القانون العلاقات دولية على مشاركتك معنا من بيروت